طلاب الإعدادية نتائجهم طلعت في أغلب المحافظات ألف ألف مبروك اللي نجحوا والحقيقة أننا إحنا يعني لاحظنا حاجة مهمة جداً السرادي هي أن فيه طلاب كتير بيسألوا عن مدارس التكنولوجيا التطبيقية الجديدة الناس دي بتسأل إزاي اللي تحقوا بيها إيه المجالات اللي بتركز عليها خصوصاً أن هذه المدارس بتقدم خدمة تعليمية متميزة كمان بيكون عند الطالب فرصة أنه يكمل درسته ببرا مصر من خلال شركات هذه المدارس مع المؤسسات الدولية خلالنا نتعرف يعني بتفاصيل أكتر معنا الدكتور عمر بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني مدير أيضاً وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية براحة براك يا فنديم صباح الخير صباح الخير فنديم أهلاً بحضرتك الناس تعمل إيه؟ تقول إيه لولادها وخصوصاً أن الناس متعودين على شكل معالي اللي هي الثانوية العامة فأنا عشان أغير هذا المفهوم لشكل تاني يفتح لك مجالات وأفق أوسع يعني ربما ده السؤال الأعرض أو الأكبر نعمل إيه؟ في الحقيقة السؤال مهم جداً وبشكر حدك على طريقة إلقائه لأنه لازم لكل واحد بيبذل مجهود في شيء معين كله غرض فالحقيقة خلينا نتفق أنه الغرض الأول معظم الأسر المصرية في تعليم أولادها للتحاق بوظائف مناسبة لأولادهم بالزبط وبالتالي لابد أن ننظر إلى الموضوع برمته على أساس ما هو المسوغ لحكاية الحصول على وظيفة جيدة هل هو الشهادة؟ ولا هل هو كيفية أو ماهية ما يعرفه؟ الحقيقة الإجابة طبعاً إليها الجزء الثاني إليها ماهية ما يعرفه إحنا هنا في المدارس تكنولوجيا التطبيقية ركزنا على المبدأ ده في أن إحنا نعد أولادنا وبناتنا على أنهما يتحصلوا على القدر من المعارف والمهارات اللي من خلالها يستطيعوا الالتحاق مباشرة بسوق العمل ده طبعاً جماً إلى جنب مع زي ما بنقول الوجود الفرص لحل العقدة المشهورة بأن الولد أو البنت يبقى عنده شهادة ولي طب ده بيتم إزاي؟ بيتم من خلال شراكات مع مؤسسات سواء كان في القطاع العام أو الخاص من خلال هذه الشراكات المؤسسات دي بتتبنى هذه المدارس بيعلموا الولاد مهارات محددة يستطيعوا من خلالها الالتحاق بأحد الوظافة المتاحة في هذه المؤسسات الرعاية للمدارس فترة صلاحية الشهادة دي نقطة مهمة جداً بتبلغ عشر سنوات ده بيتيح للطالب أو للطالبة أنه هو يبدأ حياته العملية ممكن واحد بالنسبة للشاب أنه يخلص فترة تجنيده ويشتغل ويبني أسرة ويبدأ يكون نفسه ويرجع تاني يكمل شهادته العليا في أحد الجامعات التكنولوجية اللي قامتها الدولة عشان يبقى تحصل على الميزتين وده من خلال يعني طلبية طموحات وطلبية احتياجات كاريرو الوظيفة اللي موجود في هذه المؤسسة. طيب يا دكتور ده ما كانش موجود في المدارس الفنية العادية؟ طبعا مدارس الفنية العادية كان الفكرة الأساسية اللي هي أنها بتبقى باب خلفي للتحاق بكلية الهندسة. بتبقى باب خلفي إزاي أنه الولد بيجيب مجموعة فيه شهات دولوم ومن ثم يتقدم الاختبار المعادلة ويلتحق بأحد كلية الهندسة. لكن إحنا الحياة ما بنركز على زي ما اتفقنا في بداية كلامي أنه حضرتك معاك شهادة إيه. إحنا اللي يمانا في المقام الأول حضرتك بتجيدي مهارة إيه. فإذا كان هو بيجيدي مهارة. يبع عندي خريج حرفي في مهنمه. يعني إحنا بنوع عالية تكنولوجست لأنه هو بياخد ثلاث حاجات أساسية اللي هي العلوم الأساسية المعددة للمهارة اللي هو بيكتسبها. اللي هي الصنع أو المهارة اللي هو عايزها. دي الحاجات الثانية. الحاجات الثالثة. الأتيتود العام بتاع الطالب أو الطالبة اللي يجب أن يتحلى بيه حتى يستطيع أنه هو يقوم بأعمال هذه الوظيفة اللي بيلتحق بيها. طب إيه أهم المدارس دي يعني؟ أنا يعني إحنا عندنا إحنا بدأنا سنة 2018 بتلات مدارس. آآآ بعد كده. موجودين يعني على مستوى الجمهورية أو في القاهرة والجيزة؟ ما أنا أقول لحارتك إحنا حاليا عندنا 38 مدرسة. إن شاء الله في خلال أيام هيبقوا تلاتة واربئين مدرسة. هننوقع خمس بروتوكولات جديدة. دول موجودين في آآآ تلاتاشر محافظة على مستوى الجمهورية. الهدف بتاعنا في خلال آآآ السنتين الجايين إن إحنا نوصل لحوالي عشرين محافظة. وإن شاء الله بحلول عشرين تلاتين هيبقوا موجودين في السبع وعشرين. تخصصاتهم إيه يعني؟ إحنا عندنا في كل المجالات اللي حاتك ممكن تتخيلها. عندنا في مجال الزراعي عندنا مع شركة الصالحية بشركة ريادة. لو كان يعني حاتك عايز نذكر الأسماء بالظبط. عندنا في المجال الآي تي. وعندنا في مجال آآ الزكاء الصناعي. عندنا في مجال الحلية والمجاهرات. عندنا في مجال البترول. عندنا آآآ في آآ مجال تجارة التجزئة. ما أنا قلت الحلية والمجاورات. آآ. 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 في مجال تجارة التجزئة مع بيتك. آآ. عندنا آآ في آآ مجالات الاي بي ام مع مع شركة اي بي ام في مجال الاي تي. عندنا شركة في مجموعة من المدارس المهمة جدا اللي منتشرة في عدة محافظات. والحياة آآ السادة عضاء مجلس نواب عندهم آآ كشف طويل من آآ الطلبات لإقامة آآ المزيد من المدارس في آآ آآ كذا محافظة محافظات الجمهورية. طيب دكتور عمر آآ اللي يهم الناس كمان المجموعة والشروط للتحاق بهذه المدارس التكنولوجية. هل بيتاخدوا مجميع اعلى من المدارس الفنية العادية؟ آآ طبعا لان زي ما قلت لحضراتك هو الغرض الرئيسي من إقامة هذه المدارس الوصول بأولادنا وبناتنا انه هما يبقوا مؤهلين تأهيل عالي. هم. وبالتالي الشركات الرعية والمؤسسات الرعية لهذه المدارس بتشترط ان الولاد مش بس بعمهم عالي. في بعض المدارس بيبقى عايزين انه آآ درجاته في العلوم واللغات. هم. اكتر من خمسة وتسعين في المائة. هم. لانه بيتطلب الدراسة في هذه المدارس اجادته اجادة تامة اللغة الانجليزية. عندنا مدرسة مدرسة مهمة جدا زي مدرسة ظهر. آآ اللي هي آآ رعيها احدى الشركات آآ عالمية آآ مع مؤسسة السويدي عشان آآ تخرج الناس اللي هي تشتغل في آآ حقل ظهر. في بعض التخصصات محتاجة آآ آآ يعني امكانيات. هل في اختبار قدرات? ده مش قدراته بس يعني انا عندي في او ما يسمى باللحم آآ تحت المياه اللي بتتطلبوا احد التخصصات الموجودة في هذه المدرسة. دي عايزة آآ آآ علوم يبقى فوق الخمسة وتسعين في المية. عايزة مجموعة عام خمسة وتسعين في المية. عايزة اختبار قدرات وزكاء والياقة بدنية واسباحة وغوص. بس الساعة بتاعة الليلة ده مية وخمسين دولار. الساعة مش اليوم. اه. وبالتالي على حسب المتطلبات اللي موجودة في كل مهنة من المهن بيكون هناك اختبارات عشان نعرف ازا كان الولد او البنت ده مؤهلين. اللي انه هم آآ آآ يلتحقوا بالوظيفة دي لا. بس مش بس الوظيفة احنا كمان بندرس لكل ولادنا في هذه المدارس مبدأ ريادة الاعمال عشان يبقى قادر على انه هو آآ يفتح مشروعه هو الشخصي. وعندنا ولاد وبنات عملوا ده. وفيه كمان آآ مؤسسات في الدولة بطرعة ده آآ ومشروعات زي شيليدز وغيرها اللي بطرعة الفتاة لانهما عملوا مشروعاتهم. كابل المصاريف يا دكتور بتاع دي مدارس. المدارس دي مدارس مجانية بالكامل آآ بدون اي مصاريف اضافية غير المصاريف الحكومية اللي في اي مدرسة حكومية اخرى. طيب ازاي يقدر ده يخلي الطارب يطلع برا يكمل دراسته الجامعية في احد الجامعات الاوروبية او الامريكية. هو احنا عندنا آآ الاول في آآ شادة اعتماد دولية عشان الولد او البنت يقدر. يعني متعدل جهزة. متعدل جهزة في عشان يخش سوء العمل. سوء المحلي او الدول. احنا عاملين شراكات مع ايطاليا والمانيا. وآآ قريبا مع فنلندا وآآ وآآ ودول اخرى آآ من الاتحاد الاوروبي. فضلا على الصين واليابان آآ قريبا بازن الله. وطبعا ده بيسر على كمية الدول العربية. هي المدارس ثلاث سنين او خمس سنين. التلاتة فا. يعني احنا عندنا خرجين خلاص. عندنا اول دفع الخارجين السنة اللي فاتت. السنة دي ان شاء الله تاني دفعة. نسبة التوظيف بتاعتنا آآ خمس سنين في المال. ان في آآ آآ جزء بيحب انه هو يستكمل دراسته نظرية بعيدا خالص عن سوء العمل. ده برضو اوبشا موجود. آآ انما الحقيقة عشان رضا على السؤال اللي ساتك سألته. احنا آآ آآ حاليا بنعمل شراكات مع الجماعات التكنولوجية المصرية عشان تؤهل ولادنا بعد كده انها تستكمل دراستها. بس الاساس في المدارس دي انه هو يلتحق بسؤول عمل. من خلال التحق وبسؤول عمل والمعادلة الدولية اللي احنا بنعملها لولادنا وبناتنا. بيلتحق بسؤول عمل لو التحق بفرصة من الفرص المتاحة ليه في ألمانيا مثلا او في ايطاليا. بيستطيع انه هو يجمع ما بين الحسنين. صحيح. آآ. قدرته على ان هو يكسب آآ آآ عيشت ووقوت يوم. احني بتشترط صحيح انا شايف ان الايطالي والالماني يعني ربما لغات مهمة تحديدا. احنا عندنا. ليه الايطالي والالماني? يعني الانجليزي عارفيني الفرنسي عارفيني. ليه الايطالي والالماني? لانه احنا عندنا شراكات متعددة مع كلا البلدين. في نظم التعليم احنا عندنا الدنبوسكو طبعا آآ حاجة قديمة جدا في مصر. طبع. وعندنا حاليا التعاون مع الجانب الالماني اللي هو الاكتر تقدما في مجال آآ التقني والفني. صحيح. وآآ زي محارتك آآ تعلم ان المانيا كان قوة اقتصادية سالسة على مستوى العالم. بيقوم النهضة الاقتصادية بتاعتها اساسا على التعليم الفني والتكني. طب فهمنا الالماني. الايطالي. الايطالي ما بل حالك. حقل الظهر والشركة اينيو كده? مش بس حقل الظهر. احنا كمان عندنا تعاون معهم كبير آآ من خلال آآ القنوات الاسية بتاعتهم سوان كان في التعليم التقني الخاص بالدنبوسكو او مع وزارة آآ التعليم الايطالية. عشان آآ ولادنا يلتحقوا لانه في مشروعات آآ لانه الدولة كلها بتعمل مع بعض في آآ سياسة فيها تناغم وتناسق. سواء مع وزارة التعليم العالي او وزارة العمل او وزارة الهجرة. ده خلنا نعمل آآ مجموعة من الاتفاقات للحق. اوائل ولادنا اللي بيكونوا مميزين في هذه اللغات بالاضافة للصناعات اللي محتاجها هذه الدول. فانهم يلتحقوا مباشرة بفرصة عمل واعدة في الاسواق. سواء الالمانية او الايطالية. وبالتالي احنا عاملين معاهم اتفاقات لتصدير اللي هينجحوا في الاختبارات لهذه الدول. المدرسة بتوفر مسألة تعليم اللغات يعني لو هو عنده لغة انجليزية. هل في وانا جوه المدرسة تعلم ايطالي او المانيا? ده لازم يكون موجود. يختار لغة. يعني اه. فيها نوع من انواع الالزام. على الولد في بعض المدارس تبقى ليه نوعية الدراسة اللي فيها والشركة الرعية. انه هو بيتعلم بالاضافة للغة الانجليزية. لغة اه تانية سواء الالمانية والايطالية. وعندي كمان لغة صينية في بعض المدارس. ان احنا عندنا كاجمان شركات مهمة جدا مع الجانب الصيني. طيب. عموما انا شايف ان المدارس رايحة ناحية كليات الهندسة او علوم الهندسة بكافة فروعة. هل فيه خفصات تانية ولا? طبعا ازا اقول تحتك في عندنا في مجال الانتاج الاجبان اه شركة رائدة في مجال الانتاج. الزراعي. اه. في الزراعي وعندنا شركة الصالحية. عندنا في المجال التجزئة. لانه معادش النهاردة الخريج التقليد. احنا طولنا التعليم التجاري. عشان يلبيت خصوات الجدر الموجودة في السوق. اللي هو الماركتينج والسيلز والحاجات اللي حتى بسمعنا. فيش داعي اطلاقا للاستعانة بواحد ضيع اه من عمره اربع سنوات في دراسة اه كليه التجارة وغيرها. عشان اه يصل لنفس المستوى اللي احنا نقدر نوصل بيه ولادنا في خلال تلت سنوات وابقى متخصص في مجال معين. عندنا في مجال الاي تي. عندنا في مجال الزكاء الصناعي. الناس اللي بتقع عندنا في مجال الطاقة الجديدة ومتجددة سكان الشمسية. كل ده هندس البترول. كل ده يعني لو خلص السنوية او خلص السنوية التطبيقية دي بيطلع لو مدرسش برة يعني بيدرس هنا في كلية الهندس. او في كلية التكنولوجية دي حاجة اوبشة مهمة جدا. ولا للتجاه الجديد. لا داعي اه حالتك محتاج النهاردة مهندس في ايه في الموضوع ده. اه. يعني حالتك لما نشوف مصلح في المانيا مثلا. في احداشر مهندس و و و و حوالي تلت تلاف عامل. صحيح. ازا هو يعني احنا عندنا الفكرة. التكنولوجي يمكن مفهوم اه يعني اه جديد الناس محتاجة تفرق ما بينه يعني ما بين المهندس والعامل والتكنولوجي. ويمكن احنا بنعدل ده من خلال هديه المدارس ومن بعدها الكليات. يعني انا عايز الحقيقة هنا اضرب مسالين. اولا فكرة انه الفني دي هو تكنولوجيست. كل الخبرة اللي حالتك بتشوفيهم في القطاعات المختلفة اللي بيجولنا من برة بيبقوا خارجين تعريم فني في بلاده. ده واحد. اتنين. انا مسلا عندي مدرسة مدرسة مميزة جدا. مدرسة الفنون اللي موجودة اه اه طبع اه اكاديمية الفنون اللي موجودة في الهرب. هل احنا عندنا فنيين اضاءة كفاية وفنيين صوت كفاية و و و و كاميرامان وغيره. في الحقيقة ان احنا قوت مصر النعمة المتمثلة طبعا في الاعلام وفي الرياضة اه ال 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 سينماي وال والكليفزيون وغيره. ده كل خام على الناس دي اه مصرح العرائس. الرسول متحركة. كل ده احنا بنخرج ولاد مميزين جدا من هزين مدارس. واسعارهم في السوق. اعتقد انتوا قادرة مني ان اسعارهم آآ عالية جدا. و نادرين جدا في السوق ويطلبوا بالاسم. وعندهم فرص آآ عمل في كزا آآ. دولة تانية. مش بس دولة تانية او في كزا مكان داخل مصر بيكسابه كويس جدا. فهو ده الفكرة الاشياء اللي احنا بتقوم عليها مدارس سيكولوجيا تطبيقية. اللي هي التعليم من اجل التوظيف في نهاية الامض. طيب. يمكن احنا لسه برضو عندنا شوية مورثات عن مسألة التعليم الفني. و ان الناس كلها عايز اولادها يدخلوا سنوية عامة. النهاردة يا دكتور حضرتك تقول ايه لأولياء الامور. انه الدنيا كلها بتتغير. فازاي الناس تغير فكرها وتشوف آآ يعني سوق العمل بقى محتاج ايه سواء جوا مصر او برا مصر. حضرتك كنت بتتكلم عن انه الولد او البنت دولة دخلهم في الساعة مية وخمسين دولار. فانا ازاي كولية امر آآ اتتاصق مع اللي بيحصل ده. ومظلمش ابني او بنتي بانه يمشي المسار التعليمي الموروث اللي احنا واخدين عليه. بيبقى عندي الاف الخرجين ما لهم شو ازاي. في الحقيقة الحاجة بتقوليه ده متوافق مع الطبيعة البشرية او الفطرة البشرية اللي ربنا الفطرة الربانية اللي ربنا سبحانه وتعالى خلق عليها البشر. حاجة بتشوفي ان الولاد او البنات في سن صغير جدا. اول حاجة بيعملها بيكتشف ايديو بيكتشف ايه المهارات اللي هو بيتعلى بيها. في الحقيقة الاحصادات بتقولي ان خمسة طبعين في المئة من البشر بيبقى عندهم مهارة يدوية معينة وبيحب بيعمل ده. فاول حاجة احنا بنحاول ناكتشفها في الولد او البنت ايه المهارة اللي ربنا سبحانه وتعالى حبا بيها. وبالتالي يقدر انه هو آآ من خلال ممرشة هزي المهارة انه يبدع ويتميز في هزيه او في هزي المجال. آآ آآ دي اول حاجة لازم وليه امر بندعوه ليها. اكتشف مهارة ابنك فين عشان هو ده سبيل الاساسي انه يبقى ناجح ومتميز وكزا. مين ما بيحبش النجاح لابنه او بنته. ده اول حاجة. تاني حاجة. آآ آآ النهاردة انت زي ما اتفقنا الغرض الرئيسي ان حالتك تشوف ابنك او بنتك موجود في مكان مميز وبياخد آآ مرتب آآ متميز. ده حاجة تانية بنحاق اهاله. الحاجة الاهم في ده كله الولد او البنت نفسه بدل ما احنا بنجبر ولادنا وبناتنا على انه هم ندفعهم دفعا لدراسة شيء غير محبب اللي اخلوبهم. احنا بنديرهم الفرصة. والجيل ده ما بقاش ينفع معك كده. بالزبط كده. فاحنا بنديره فرصة انه ينقب نفسه هو حابب ايه? صحيح. ويجرب. ويغير مصاره طبقا بقدراته ومهاراته. آآ الحقيقة دي افكار جيدة خالص ما كانتش موجودة قبل كده في التعليم الفني بالنظم القديمة. احنا نعرفين طبعا ان هو لسه ما وصلش المرحلة اللي احنا عزينها. صحيح. لكن احنا فطرينش. لكنها بزرة صحيح مهمة جدا. الزبط. يعني او الاهم ان المدارس تطبيقية يا جماعة فكرة مهمة. نشأت في مصر. ورعيتها عدد من الشركات لتخريج كوادر خاصة بيها. يعني مدارس تطبيقية للبترول. للدهب. للمنتجات الزراعية. وانتشرت عملة تنتشر في كل ربوع مصر. الفكرة هيلة. بتؤهل سريع عن الخريج انه هو يشتغل ويكتسب مهارات معالة. ومش بتاهله بس الكده. ده بتاهله كمان للدراسة الجامعية في تخصصات نادرة جدا. ومنح دراسية في جامعات اوروبية معتمدة لهذا الامر.